موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ومشاهدين ومتعبين قناة أوسف تيكنو اليوم في هذا الفيديو سنتكلم عن موضوع جدا مهم وهو موضوع الشاشات الكارثة بالنسبة للشاشات الكارثة الشاشات الكارثة أقصد فيها الشاشات التي نظامها غير رسمي أو ذات المواصفات السيئة أو شاشات التجارية أو شاشات ضعيفة المواصفات يعني أنه أحدد جميع هذه الأمور في شاشات التي هي موديلات غير معروفة يعني سنتذكر عدة موديلات موجودة في عدة دول مثلا في العراق سنتكلم عن شاشات جنرال أو مثلا شاشات ماليزي هذه تعتبر شاشات جدا سيئة وأيضا سنتكلم عن شاشات موجودة مثلا شاشات ATC و Class Pro الموجودة أيضا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخريجية وأيضا مثلا شاشات Fresh وشاشات Union Air في مصر وشاشات Iris في المغرب العربي يميع الشاشات التي تم ذكر أمثلة عنها هذه شاشات لا ننصح بها بشكل عام لأنها أولا نظامها غير رسم وغير مدعوم نقصد بالنظام الغير رسمي والغير مدعوم يعني أنه لا يوجد هناك شركة معروفة تقوم بدعم هذا النظام أي أنه لا يجد تحديثات لا يجد لهم مراكز صيانة في فيديو سابق عن كيفية شراء أفضل شاشة وبأرخص صعار ذكر أنه يجب أن تكون الشركة أو يجب أن يكون مدير الشاشة من شركة معروفة نقصد بالشركات المعروفة الشركات العالمية المعروفة في هذا المجال مثلا شركة سوني، هايسنس، ال جي، سامسونج، تي سي أل، سكاي وورث هذه شركات معروفة شركات عالمية شركات نظامها رسمي نظامها مدعوم وممكن أن الشركة تدعمك بالتحديثات وأيضا حتى إن واجهت مشاكل في أغلب الدول يوجد هناك مراكز صيانة معتمدة ووكيل معتمد بإمكانه في حال حصول مشكلة للشاشة نأخذ الشاشة أو التلفاز إلى مركز صيانة معتمدة ونقوم بصيانته يجب أن تكون الشاشة من مدير معروف وبالتالي إذا أخذنا أي شاشة من مدير غير معروف مثلا شاشات جنرال أو مثلا اي تي سي أو كلاس برو هذه شاشات نظامها غير رسمي يعني سنواجه مشاكل في السوفتوير مشاكل في تثبيت البرامج في البرمجة أيضا حنتكلم عن مواصفات طبعا هتكون مواصفات ضعيفة من ناحية المعالج من ناحية ال Ram و من ناحية Hard من ناحية الsea swollen قائد إنه مثلا يندرب السوفتوير وهنتكلم أيضا من ناحية الصيانة إنه إذا الشاشة مثلا فهي حضرة 10 إنه مثلا شاشة صار فيها عطل أو مثلا الرموت تعطل متعنى يحتاج رموت جديد أو مثلا الشاشة تحتاج برنامج جديد وشركة معروفة مثلا شركة سامسونغ في حال حصول عطل في شاشة سامسونغ بإمكان أن نتواصل مع مركز خدمة الزبان أو مركز الصيانة وأن نأخذ الشاشة إلى مركز الصيانة لنقوم بصيانتها أما مثلا شاشة غير معرفة مثلا شاشة جنرال أو مثلا ATC ليس لها مركز صيانة ليس لها حتى موقع رسمي معروف ممكن أن نتأكد منه من المواصفات ويضا حتى لا يوجد لها مثلا قطعة غير مثلا ريموت أو غيرها وبالتالي جميع هذه النقاط نتكلم عنها الآن جدا مهمة فبالتالي يجب أن يكون خيار شرائك لشاشة يجب أن يكون من موديل معروف من شركة معروفة لأنه الشاشة جدا مهم كأنما تشتري موبايل أو جوال هناك جوالات أو موبايل تجاري مثل الموبايلات الصينية ويضا هناك موبايل أصلي مثل السامسونج وآيفون وهواوي وغيرها فكيد سنقوم بشراء موديل معروف لأنه موديل التقليد ليس لدينا معروفات عنه ولا يمكن حتى صيانة أو تصليحة نفس المسألة في الشاشات بالضبط يجب أن يكون شراءنا لموديلات معروفة ماركات معروفة من أجل الصيانة ونظام جيد وأيضا قطعة غيار متوفرة وصيانة لذلك أنوه مرة أخرى الشاشات التجارية لحد يشتري منها لأنه كثير ستواجه مشاكل بإمكانكم مجرد أنه يطلع على التعليقات ستشاهدون كثير من المشاكل في هذه الشاشات سنتكلم مثلا في العراق عن شاشات جنرال والوادي وماليزي وغيرها من الموديلات الجميحة التجارية يعني مختصر أنه يشتري شاشة من الموديل معروف LG، سامسونج، TCL، دينكا، هايسنس، سوني المهم يكون موديل معروف هذا الفيديو يعني هو كنصيحة وأتمنى أنه أيضا هذه المعلومات يشاركوها لأصدقائكم وأقرباكم لأي شخص ممكن أنه ينوي شراء شاشة جديدة أتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد وأتمنى أنه ما طولت عليكم لكن كان ضروري أنه أحاول أوصل هذه النصيحة أوصل هذه المعلومة لكم أحبائي أشكركم أحسن استمعوا حسن المتابعة بإمكانكم التواصل المانع عبر صفحات القناة على الفيسبوك أو صفحاتنا على الإستجرام أو بالتعليقات وإن شاء الله نجاوكم أسرع وقت ممكن أخوكم أبو يوسف بإمكانكم سيارة أنات أو يوسف تكنول للطلع على مزيد من الفيديوهات الخاصة بشروحات الشاشات وشروحات عن الألعاب وأجلسة الكونسول كذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس يصلككم كل جديد ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر